اشتركوا في القناة بكورونا اليوم البرامج التنموية تحقق نتائج جيدة في اقليم عن سبب التنسيق الشعبي والحكومي اسهموا في انجاح برامج 2020 قتلى في تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مطاري ابوجة مشاورات امريكية اوروبية تبحث ملفات الصين وميانمار ونووي ايران اكتشاف اول حالة لاصابة البشر بسلالة اتش خمسة ثمانية من انفلونزا السلام عليكم ورحمة الله اعلنت وزارة الصحة بان الفحوصات المخبرية التي اجريت اليوم الثاني والعشرين من فبراير في مراكز العزل باقليمي الجنوبي والاوسط اظهرت اصابة ثمانية عشر مواطنا بفيروس كورونا وكانت خمسة عشر من الاصابات الثماني عشر في الاقليم الجنوبي منها خمسة في سجنيتي واربع في صنعفي واثنتان في دباروة واثنتان في مندفر واثنتان في عدخالة وثلاث اصابات في اسمراء بالاقليم الاوسط في غضون ذلك شوفي ثمانية عشر مريضا احد عشر منهم في الاقليم الاوسط وخمسة في اقليم عنسبة واثنان في اقليم شمال البحر الاحمر بهذا بلغ مجمل اعداد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم الفين وسبعمائة وثلاث اصابة شوفي منها الفان وثمانية وستون ووفات سبعة مرضى ولا يزال ستمائة وثمانية وعشرون مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات وزارة الصحة 22 فبراير 2021 اعلن قسم التنمية المعمارية في اقليم عنسبة عن تنفيذ برامج تنموية مرتكزة على قاعدة جماهرية ما بين عامي 1992 و2020 تمثلت في انتشار مؤسسات خدمات اجتماعية وبنا تحتية زراعية وخطوط المواصلات وغيرها من الانشطة التنموية الفاعلة واضح المدير العام للقسم السيد تخستي اسبدهم لوكالة الانباء الريترية منح انشطة توسيع وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية الاولوية وادى ذلك الى بناء حوالي 430 مؤسسة ساهمت في حل والتقليل من المشاكل وقال السيد تخستي ان التعليم والصحة من اهم مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي منحت الاولوية لذلك تم بناء اكثر من 254 مؤسسة تعليمية و37 مؤسسة صحية خلال سنوات الاستقلال الماضية وكذلك اكثر من 140 من مشاريع المرافق الخدمية و150 من مشاريع البنى التحتية الزراعية وذكر بان مدريات حقاد وعد تكاليزان وحمل ماله وعلى برعد وقلب وحلحل واصماط وكرن تشهد بناء 19 سدا فيما اثمر الاستمار الجاري على شق وصيانة الطرق ارتفاعا ملحوظا بنسبة 189% موضحا مشاركة المواطنين الفاعلة في انجاح تلقى البرامج التلموية في الختام قال المدير العام لقسم التنمية المعمارية في اقليم عنسب السيد تخست اسجدهم ان من اهم التحديات التي تواجه القسم اجراء عملية الصيانة سنوية للطرق نظرا للتضاريس الارضية التي يتمتع بها الاقليم وكذلك انخفاض مصادر المياه موضحا اهم البرامج الموضوعة للتنفيذ والمتمثلة في وضع اخطيط المدن بما تخدم لفترة طويلة وتأمين مؤسسات الخدمات الاجتماعية المشيدة وتصميمها بما يتماشى مع مناخ وتضاريس المناطق ويرها من البرامج المهمة في اطار المهمات التنموية والبنى التحتية والادارية الموضوع للتنفيذ عام 2020 في مدرية تساني شهدت المدرية تنفيذ غالبية تلك المهمات بالتنسيق الجيد بين المواطنين والمؤسسات الحكومية وذلك خلال جلسة تقييمية لانشطة المدرية عقدت مؤخرا واضح مدير المدرية السيد سيوم جابرياسوس ان انشطة مكافحة فيروس كورونا وغيرها من الامراض المعدية وصيانة البنى التحتية المنجرفة بالسيول وتأمين خدمات مياه الشرب الصالحة في ضاحية سيتمو وكذلك انشطة حفظ المياه والتربة وتحسين الخدمات الادارية كانت من برامج المدرية الموضوع للتنفيذ في عام 2020 مشيرا الى انجاز غالبية تلك البرامج بنجاح واشار السيد سيوم الى ان مؤسسات الخدمات الاجتماعية المشيدة في المدرية سعادت في تحسين واستقرار الحياة المعيشية للسكان داعيا للعمل الجاد من اجل حل مشكلة الخدمات الكهربائية في المدرية وضرورة جمع ضريبة الحكومة وتعزيز العمال المسحية وتقوية انشطة حفظ المياه وحماية التربة وتنفيذ برامج الاصحاح البيئي في كافة مناطق المدرية وكذلك الحد من اعمال البناء بطريقة غير قانونية وذكرت التقارير المالية بان تعليمات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا حالت دون تنفيذ برنامج وضع لرفع دخل المدرية ولكن وبفضل الخطوات الايجابية المتاخذة استطاعت المدرية جمع عشرين مليون نقفة من مختلف الخدمات وطالب المشاركون بدورهم بتسريع الجهود الجارية لحل مشكلة الخدمات الكهربائية ومنح اهتمام اكبر لعملية توقف خدمات المياه في مدينة تسني بين الفينة والاخرى واجراء صيانة اساسية ولازمة لطرق وشوارع المدينة وغيرها من الاسئلة والاستفسارات واكدين تقديم كل ما يطلب منهم لتنفيذ البرامج الموضوع اوضح مكتب وزارة الزراعة في مدرية عد قيحة انتاج محصول وفير من بزور البطاطس المحسنة التي وزعت على المزارعين وقال خبير تنمية الخضر والفاكهة سيد منغستاب اريا ان بزور البطاطس المحسنة المسمى الكترا وفير وزعت العام الماضي على 47 مزارعا ويتم حصاد 300 كنتال اكثر من الهكتار الواحد او 300 كنتال اكثر من الهكتار الواحد وذكر اقامة مخزن لتخزين اكثر من 1200 كنتال من بزور البطاطس المحسنة في المدرية لتقديمها للمزارعين عن قرب واشهد المزارعون بالارضية التي مهدت لهم للدفع بالانتاج الزراعي منادين لحل النقص في المبيدات الحشرية بعد الفاصل سادتي اعود بالاخبار الخارجية قال وزير الطيران النيجري هادي سريكا ان طائرة تابعة للقوات الجوية تحطمت اثناء اقترابها من مدرج مطار ابوجة نتيجة عطل اصاب محركها وضاف سريكا عبر حسابه على تويتر ان الطائرة العسكرية وهي من طراز كينغ اير تحطمت بالقرب من مدرج مطار ابوجة بعد الابلاغ عن عطل في المحرك بينما كانت في طريقها الى مدينة مين الواقعة على بعد 110 كم شمال غربي ابوجة من جهته قال سلاح الجو النيجري في بيان ان تحطم الطائرة اسفر عن مقتل سبع من افرادها وقال شاهد عيان ان العشرات من العسكريين ومسؤولي المطار كانوا في منطقة تغطيها الاشجار قرب المطار حيث تناثر حطام الطائرة يعقد وزراء خارجية الدول الاوروبية مشاورات في بروكسل بشأن الاستراتيجية تجاه روسيا في حين سيفعل الاتحاد الاوروبي للمرة الاولى نظامه العالمي للعقوبات في مجال حقوق الانسان ضد الكريملين وفق ما افادت به دول عدة وسينضم وزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكان الى مشاوراتهم في اتصال عبر الفيديو وسيرد وزراء خارجية الدول الاوروبية على رفض موسكو بشكل قاطع مطالباتهم بالافراج عن المعارض الروسي اليكسي نافالني ولهانة التي تعرض لها مفادهم مسؤول السياسة الخارجية والامنة بالاتحاد يوزيب بوريل خلال زيارته الى موسكو مطلع الشهر الحالي كما ستطرح في هذا الاجتماع ملفات عدة من بينها عودة الولايات المتحدة الى الالتفاق النووي الايراني والرد على الانقلاب العسكري في ميانمار وتعزيز الصين قبضتها على هونج كونج وفق ما افاد به مصدر اوروبي اعلنت السلطات الروسية عن اكتشاف اول حالة لاصابة البشر بسلالة اتش خمسة ثمانية من انفلونز الطيور خبراء مركز فيكتور الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية اكتشفوا المادة الجينية لسلالة اتشا 5N8 من انفلونز الطيور لدى موظفي مصنع للدواج الواقع في جنوب البلاد والذي تم رصد تفشي انفلونز الطيور في اواخر العام الماضي وذلك وفقا لما قالت انا بوبوفا رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية المعنية بحماية حقوق المسهلك في تصريحات متلفزة واشارت بوبوفا الى ان هذه تعد اول حالة لتسجيل اصابة البشر بسلالة اتش خمسة N8 في العالم مشيرة الى ان الخبراء في الوقت نفسه رصدوا تغيرات في اجسام المرضى واستجابت منعتهم لاصابتهم وقالت منظمة الصحة العالمية انه لم تظهر عليهم اعراض ولم يتم الابلاق عن انتقال العدوى من انسان لاخر استم تأكيد ذلك اذا تم تأكيد ذلك ستكون هذه المرة الاولى التي يصيب فيها فيروس اتش خمسة N8 البشر داخل مستودع في ضواحي ساو باولو يستطيع البرازيليون تفريغ الغضب بداخلهم باستخدام المطارق العملاقة على تلفاز قديم وكمبيوتر وطابع في فكرة تنتشر تدريجيا بين مدن العالم وقال صاحب الفكرة في مدينة ساو باولو البرازيلي والذي افتتح العمل قبل شهر انه استقبل عددا لا بأس به من العملاء الراغبين في التنفيس خلال انتشار جائحة كوفيد 19 ويرتدي المشاركون بدلات واخوزات واقية ويكتب كل واحد منهم قضاياه التي تزعجه على الجدران ومن ثم تصبح الكلمات هدفا لغضبهم وتبلغ تكلفة تجربة غرفة الغضب في البرازيل 4.6 دولار انتهت نشرة اخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الاثنية شكرا لمتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته